أنا بحب جداً الفنانين بتوعنا والرموز وبحب لما نتفرج على عمل وبعين توقف كده وتقول مين الفنانة العتويلة دي يعني دايماً الجملة دي مين ده؟ إيه الأداء ده؟ مين دي؟ يا رغم أن هي تكون بدأت ودرسيت وبزلت مجهود والجميل أنه الإعداد عندي جايب لي يعني الحقيقة إيه؟ رسالة دكتوراه يعني مش فقرة رسالة دكتوراه علشان هي قدمت حاجات كتير جداً ممكن إحنا أحياناً وما بيهمهاش اسمها يبقى فوق تحت مين يهمها دايماً إن هي يتقال عليها نفس الكلام أنا فنانة أو ممثلة وبحب أعمل أدوار مميزة عيدة فهمي زي ما قلت في البداية شفتوها في أعمال كتير وببساطة جداً هنتكلم عن كل الأدوار من ورانا في بيتها في التلفزيون في التاسعة مساء الخير مساء الفلة من وراني هنسيب بقى شهادت الدكتوراه بتاعة جديد ونتكلم من القلب فضل يعني إيه الغيبة دي؟ تخربتي سنة 1980 82 82 وواضح إن أنت يعني دي كانت دراستك أنا ست بحب الفن وحدرسه وحتوجه ليه وبدأتي فعلاً وعملتي أدوار مميزة وأفلام ومسلسلات وكلميني عن الفترة دي عن الفتاة الشاب بعيدة كنت بدأة من المعهد موسلة شطرة ومتميزة وطلع في جيل كله فنانين كويسين جداً يعني طلع في جيل دفعتي في المعهد كلهم بقوا نجوم وكنا شطرين قوي وقتها والمعهد العالي في المصرحية هو بيتنا اللي علمنا اللي طلعنا من خلال وقتها كان كل المخرجين تقريباً بيجوا يتفرجوا على مشاريع التخرج بتاعتنا ده كان حاجة عظيمة جداً جداً أرجو إن ده يحصل دلوقتي كنت هي الكاستنج أوه ده بالزبط كده بالزبط فكانوا بيجوا يتفرجوا وبياخدوا مننا المتميزين والشطرين فبدأت واشتغلت بشكل كويس جداً في الأول ففي حد يشاور عليكي في المشاريع طبعاً الأستاذ المرحوم عاطف الطيب ده بداية يعني وبعدين بعد كده بقى خدتنا الحكاية لغاية ما الأستاذ جامل عبد الحميد في أرابيسك ومشيت يعني في الخط ده لغاية ما حصلت لي أعطلة يعني أعطلة عن الدراما مش عن الفن عموماً لا عن الفيديو والدراما والأعمال الدرامية